عندما تختم قراءتك للقرآن الناس تقول صدق الله العظيم وهذه لم تنت في السنة يا اخوان وبعض الناس يسكت ولكن في حديث عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام ان عند اتهائك من قراءة القرآن تقول حديث تقول لفظ معين قال عليه الصلاة والسلام يكتب في رقٍ الى يوم القيام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فلا تترك هذا الدع عند انتهاء من قراءة القرآن وعلمه من حولك عند ختمة القراءة مثلا قراءة وجه او وجهين جد تختم تقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد انت استغفرك واتوب اليك ما تقول زي بعضهم صدق الله العظيم وغيرها لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله